السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مسحني من مدرسة زهرة الأشرفية الخاصة معلمة الرياضيات للصفة الخامس اليوم خامس ان شاء الله رح نكمل الدرس هاي كانت أفكار درسنا طبعا لخصناهم بهذا الشكل بشكل مخطط أخذنا المرة الماضية تمثيل الكسور من خلال الرسم أنواع الكسور كسر فعلي وغير فعلي وعدد كسري وكمان أخذنا تمثيل الكسور على خط الأعداء تضيل علينا 3 أفكار اللي هم التحويل من كسر غير فعلي إلى عدد كسري والتحويل من عدد كسري إلى كسر غير فعلي يعني بالعكس وعندنا كمان مقارنة الكسور قبل ما نبدأ بالأفكار خلينا نستعرض إجابات الواجب عنا هون عنا صفحة 25 في كتاب التمارين عنا هذا السؤال كان واجب طبعا فيه دوائر مكتملة بالكامل فهي بتمثلي العدد الصحيح 2 صحيح وهون بناخد منها الجزء الكسري بنحط البسط عنا عبارة عن الأجزاء المضللة 1 2 3 4 إذن 4 على 5 أجزاء عنا هون برضو هون 2 ملونين بالكامل 2 صحيح وهون عنا 1 2 3 4 5 6 6 ملونين وعلى إيش على 8 نستعرض سؤال 5 مع بعض سؤال 5 بحكيلي هون بدي أحدد عنا العدد الكسري حكينا ما بدنا الكسر الغير فعلي هون أول شي هون الرقم عنا المحدد بين الثلاثة والأربعة فإحنا بدنا نبلش كأنه عنا القسم فقط الثلاثة والأربعة فبالتالي راح نبلش نكفز طبعا من عند الثلاثة لبين ما نوصل للعدد المحدد عشان نحدد البست وبنكفز من عند الثلاثة لعند الأربعة بس وبيطلع معنا إيش المقام طبعا قبل ما نبلش في البست المقام هل فيه راح يكون عندي عدد صحيح نعم لأن العدد اللي على الشمال مش صفر عون عنا ثلاثة فبالتالي راح يكون ثلاثة صحيح ويلا نكفز واحد اتنين ثلاثة ثلاثة واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة إذن ثلاثة على خمسة نشوف هون العدد المحدد بين الأربعة والخمسة فبنكتب أربعة صحيح العدد اللي على الشمال وبنكفز واحد اتنين ثلاثة أربعة في البست أربعة وعدد القفزات الكل راح تكون خمسة هون العدد موجود بين السبعة والتمانية فبنيجي منكتب السبعة صحيح وهي خط الكسر واحد اتنين ثلاثة أربعة أربع قفزات على إيش القفزات جميعها اللي هي أربعة على خمسة هون برضو بدنا نحط عدد كسري راح يكون عنا العدد الصحيح تسعة صحيح واحد اتنين فبالتالي اتنين على خمسة ممتازين خلينا بنبدأ هلأ بالفكرة الأولى لدرسنا اليوم وهو التحويل من كسر غير فعلي الى عدد كسري خلينا نشرح الخطوات بمثال طبعا الخطوة الوحيدة اللي راح نعملها فقط للتحويل من كسر غير فعلي الى عدد كسري اللي هي القسمة الطويلة دائما إذا حكينا نحول من كسر غير فعلي الى عدد كسري عطول لازم يخطر ببالك القسمة الطويلة العدد اللي هو فوق طبعا هذا كسر غير فعلي لأنه البسط أكبر من المقام بنيجي منحط البسط جوه والمقام برا وبدنا نعمل عملية القسمة يا إما بتعمل عملية القسمة بالخط اللي هو تعلمنا يا إما بدون ما فيه داعي لأنه هون القسمة بسيطة إيش العدد اللي بضربه بالتسعة بالخمسة بيعطيني تسعة أو قريب منها ما عندي إلا الخمسة فباجي بحكي واحد واحد ضرب خمسة كام خمسة وبنتراح تسعة ناقص خمسة أربعة وصلنا لباقي وهذا الباقي أقل من المقسوم عليه إذا بدي أوقف عملية القسمة ورح يكون الكسر عنا كالآتي الناتج اللي عندي هون رح يكون هو الجزء الصحيح إحنا العدد الكسري فيه عنا فيه جزء صحيح وفيه عنا جنبه بيكون كسر الجزء الصحيح هو اللي رح يكون الناتج تمام؟ المقام بيظل زي ما هو منحط المقام خمسة إذن المقام دائما رح يظل زي ما هو هون تسعة على خمسة المقام خمسة فبالتالي برضو هون رح يكون المقام خمسة طيب البس من وين من نجيبه؟ من نجيبه دائما من الباقي فبيصير عنا واحد صحيح واربعة على خمسة فبكل بساطة هون بنكون حولنا الكسر الغير فعلي الى شو عدد كسري هايو صار عنا هون عدد كسري عن طريق شو؟ عن طريق القسمة الطويلة نشوف مع بعض مثال الكتاب صفحة تسعة وسبعين بحكي لي عنا اكتب الكسر الغير فعلي سبع على ثلاث في صورة عدد كسري طبعا سبع ثلاث كسر غير فعلي لأنه البسط أكبر من المقام طيب أول شي بنا نعمل القسمة حكينا هاي القسمة طبعا هو قسم طلع عنده الرقم أقرب رقم بقدر أضربه بالثلاث وبيعطيني سبعة وأقل منها اللي هو الستة اتنين في تلاتة ستة وطرحنا وطلع معنا الباقي واحد حكينا دائما عشان نحط هذا كعدد كسري بنيجي ايش بنعمل بنحط لاتنين هو العدد الصحيح المقام رح يكون دائما نفس ما هو اللي هو نفسه المقسوم عليه والبسط رح يكون دائما هو الباقي فبتصير كالآتي اتنين صحيح واحد على ثلاث هو هون طبعا مستعرض لطريقة ثانية للحال ولكن احنا ما بدنا نتطرق لهاي الطريقة لانه ما في دائلها هي غلبة وزيادة فقط فاحنا دائما اذا حكا ليحول من كسر غير فعلي الى عدد كسري على طول بدي اختر ببالي القسمة خلينا نشوف اتحقق من فهمي اكتب الكسر غير الفعلي سبعة عشر على خمسة في صورة عدد كسري الله حلو لحالكم واقفوا الفيديو بعدا نرجع وشوف جوابك اذا صح ولا غلط على طول رح نحط القسمة الطويلة ومنبلش هلا بنحكي ايش العدد اللي بضربه بخمسة بيعطيني سبعتاش او اقل منها اللي اقل منها من مضاعفات الخمسة رح تكون خمستاش مين اللي بيعطيني الخمستاش التلات تلاتة ضرب خمسة خمستاش وهلا شو بنعمل بنطرح سبعة ناقص خمسة كام اتنين ممتازين واحد ناقص واحد صفر الباقي اقل من المقسوم عليه بوقف عملية القسمة وبيكون عنا الناتج شوف تلاتة صحيح لانه الناتج حكينا هو اللي بيكون العدد الصحيح وعنا الكسر رح يكون الباقي هو البسط اتنين على خمسة اللي هو نفس المقام المقام بيضل زي ما هو هاي لاحظوا هون المقام عنا ضل خمسة افتح كتابك هلا صفحة واحد وتمانين عندك التمارين ثلاثة واربعة وخمسة حلوهم لحالكم وقفوا الفيديو بعدين ارجع شوف جوابك نستعرض الإجابات مع بعض عنا هون واحد وعشرين تقسيم خمسة على طول بنحطها على شكل قسمة طبعا وبنضرب الأربعة في خمسة تعطيني عشرين وبنطرح وبيطلع معنا واحد الباقي إذن رح ينكتب على شكل شو أربعة صحيح والباقي كان واحد واحد على المقام نفسه خمسة نشوف رقم أربعة عنا طبعا أقرب رقم نضربه ولائد ثلاثة وبيعطيني قريب من الـ 11 أقل منه اللي هو ثلاثة في ثلاثة تسعة بنترح حتاش ناقص تسعة اتنين إذن رح يكون الناتج عنا هون ثلاثة صحيح و